نحيي الجميع بسلام الرب يسوع الأبدي ونقدم بفرح كلمة اليوم المقدسة للعديد من مستمعين وإخوانا الكرام وأيضاً للمستمعين الأعزاء يوجد بوضوح في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر الآيات 37 و38 النص من كلمة الله يظهر لنا الفهم التالي فإنه في زمن قليل جداً الذي يأتي سيأتي ولن يتأخر وأما البعر فبالإيمان سيحياً بالتأكيد وأنا لا أجد سروراً أبداً في الذي يتراجع وينسحب من الضروري أن نفهم أننا نعيش حالياً في زمن نبوي عميق حيث الإيمان الحقيقي أكثر ضروراً من أي وقت مضى والذي يوصف جيداً بأنه نهاية عصر يمكننا أن نتحدث بثقة عن توزيع ببلي تاريخياً وببلياً يتميز بدقة كتوزيع ثالث والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمن الهام للكنيسة زمن يبدو بوضوح أنه ينتهي الآن الكلمة واضحة حول هذا فقط قليلاً أطول فقط انتظر قليلاً أكثر قليلاً من الوقت بالنسبة لنا هو أقرباً من هائك الذين آشوا قبلنا بمئة عام ألف ألفين سنة مضت لماذا؟ لأن القليل من الوقت الذي نعيش فيه الآن هو قليل من الوقت حيث يتحقق كل النبوءات بالفعل في هذه الفترة القصيرة بشكل ملحوظ مما يشير إلى نهاية الأيام الحاسمة والفترة النهائية المطلقة للكنيسة فترة وجيزة من الزمن تسبق لحظياً ما سيأتي بعد ذلك مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحداث المستقبلية والوشيكة في تلك اللحظة الوجيزة سيأتي الرب يسوع بالتأكيد لكنسته المحبوبة والمؤمنة كما وعد بحب أن يكون الوقت قصيراً قصير هي وردت في سفر الرؤية ذكرت في سبع مقاطع تناقش هذا الزمن النبوي حيث تتحقق كل النبوءات في هذا الوقت دون ترك مجال لأي نبوءة أخرى كما هو مكتوب وضوح لا تكف عن الكلمة من نبوءة هذا الكتاب فالوقت قريب هذا هو الزمن الذي نعيش فيه و نحن نسأل لكن كيف سنعيش والجواب واضح ولا لبس فيه النص مطلق وكامل في معناه قائلاً أن الصالحون سيعيشون بالإيمان فلا يوجد رجل عادل بل هناك رجال صالحون رجال تم تبريرهم فنحن نقبل كل غفران الله في حياتنا نحن لسنا صالحين لكننا تم تبريرنا نحن نؤمن بهذا الإيمان الخلاصي أن الآل إيمان الذي وضعه الرب يسوع في قلوبنا من خلال الروح القدس لا يمكنه تحمل التراجع الآن بما أن الإنسانية في اللحظة الحالية التي نعيشها مع كل ما يحدث حولنا تواجه تحديات شاقة لا تعد ولا تحصى يواجه تجارب متنوعة ولا يمكنه تحمل التراجع النص يذكرنا النفسي لا تجد مسرة في الذين يتقهقرون لذلك يجب أن نثابر فالصالحون سيعيشون بالإيمان لا يمكننا تحمل التراجع فالفرح اللامحدود لله في حياتنا يقمن بثبات في وفائنا الذي لا يتزعزع لن نقدمه لنا وهو أعظم البركات الخلاص لحياة الإنسان والحياة الأبدية هي في الرب يسوع على رغم من أن نستطويل بعض الشيء إلا أنني أود العودة إلى الآية المحددة أنا أشير إلى الآية رقم 37 سأكرر لأنه قريبا في فترة قصيرة من الزمن ما وعد به سيأتي الرب سيأتي ولن يتأخر وتقول الآية التالي هذا ليس وقت الرجوعي الخلف الآن هو الوقت المضي قدما ولماذا يجب أن نفعل هذا؟ لأن الوقت أقرب بكثير مما يتصور الكثيرون إنه قريب لأن الخطة الإلهية بأكملها لقد تم إنجاز كل توزيع وباب النعمة على وشك أن يغلق في أي لحظة ومع ذلك نحن لا نتحدث عن باب قد أغلق بالفعل أو سيغلق بالتأكيد ولكن عن باب قد يغلق لاحقا نحن مع ذلك نتحدث عن باب لا يزال مفتوحا للقلوب الراغبة في فتح نفسها في هذه اللحظة الحاسمة للخطة الخلاص والحياء الأبدية في يسوع المسيح آمن بالرب يسوع المسيح وستخلص أنت وأهل بيتك يبارككم الله ويباركنا جميعا سلام الرب معكم